تنتظر تركيا أن يؤدي الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية ويبدأ أولى مهامه بتحديد أسماء حكومة الجديدة وذلك بعد فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية وتواجه أردوغان عدة تحديات داخلية وخاربية من أبرزها أزمة غلاء المعيشة بفوزه على منافسه المهارض كمال كليتشتار أغلو يضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خمس سنوات أخرى إلى حياته في السلطة ليصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يتم انتخابه ثلاث مرات متتالية وتنتظر تركيا أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية وأن يبدأ أولى مهامه بتحديد أسماء حكومته الجديدة في المقابل تترقب البلاد الهيكل الخاص بأحزاب المعارضة خاصة المنضوية ضمن تحالف الأمة والخطوات التي ستتخذها في المرحلة المقبلة بعدما خسرت السباق في الرئاسة في الجولة الثانية والبرلمان بالجولة الأولى هذا وتواجه أردوغان عدة تحديات داخلية وخارجية أبرزها أزمة غلاء المعيشة الحاد التي يلقي الخبراء باللوم فيها على سوء إدارة الحكومة للاقتصاد في حين يعتقد أردوغان أن أسعار الفائدة المنخفضة تعمل على ترويض التضخم بالإضافة إلى أن الليرة التركية خسرت أربعة وأربعين في المائة من قيمتها في عام 2021 وثلاثين في المائة من قيمتها في عام 2022 كما تعاني تركيا من آثار زلزال قوية تسبب في ضمار 11 مقاطعة جنوبية في فبراير وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات بسبب تأخرها وتوقف استجابتها للكارثة فضلا عن التراخي في تنفيذ قوانين البناء التي أدت إلى تفاقم الخسائر أما التحديات الخارجية فيأتي ملف اللاجئين السوريين كأحد أبرز التحديات على رأس أولويات الرئيس التركي فوفقاً للمفوضية العليا للاجئين يعيش في تركيا نحو ثلاثة ملايين وسبمائة ألف لاجئ سوري قدموا إلى البلاد بعد اندلاع الصراع السوري في عام 2011 ويرى مراقبون أن ورقة اللاجئين مهمة لدى الأحزاب استخدمتها لمداعبة الشارع والناخبين الأتراك حيث أدى ارتفاع عدد اللاجئين بكثرة إلى خلق نوع من التضمر عند الأتراك الذين حمل معظمهم اللاجئين مسؤولية تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار الأمر الذي استغلته المعارضة التي قال زعيمها كليتشتار أغلو إنه سيعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم في غضون عامين على أبعد تقدير بينما سعى أردغان إلى التخفيف من استياء الشارع التركي من خلال وعده بالإسراع بالعودة الطوعية لمليون سوريا